غضب واستياء من قبل الشعب البريطاني تجاه ما تفعله حكومتهم في مواجهة وقف فيروس كورونا المميت فبالنسبة لهم كأن لندن لا تبالي بينما العالم يستجيب ودول كثيرة تفرض إجراءات مشددة وعزلا صحيا فليس هناك حجر منزلي إجباري كالمفروض في إيطاليا ولا غلق للحدود كما فعلت أمريكا مع القادمين من أوروبا أو غلق للشوارع والمدن كما بادرت الصين هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا وجهت رسالة للمواطنين بعدم الاتصال برقمها في حال الشعور بأي عرض من أعراض الكورونا كالسعال أو الحمى وعدم زيارة الطبيب وأن يكتفوا فقط بالحجر المنزلي وعدم مخالطة الآخرين وعلى الذين يشعرون بأعراض الكورونا وعزلوا أنفسهم في المنزل أن يتصلوا فقط إذا تدهورت حالتهم بشدة بعد مرور سبعة أيام إضافة إلى ذلك سيتم فقط فحص الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى وظهرت عليهم أعراض شديدة للكشف عن فيروس كورونا كما يعتقد أن الهيئة الصحية قد تلغي جميع الأنشطة غير العاجلة للتركيز على علاج المرضى إذا خرج المرض عن السيطرة وستتم إعادة الأطباء والممرضين المتقاعدين حديثاً للمساعدة في سد الثغرات في الهيئة مع توقع إصابة العديد من الناس سواء من العاملين الصحيين أو عامة الشعب رشخيات العربية ترجمة نانسي قنقر